اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ بابا رجع؟ لا انا سمعت اقدر برصاصي يا ويلسل تعالوا نشوف ايه اللي حصل ايه ده؟ مش ممكن في ايه؟ سيد الكولينيل ايه ده؟ الكولينيل مرمي عالقرب دكتور مش ممكن الهونا بدكتور دكتور مين اللي قتل الكولينيل؟ مؤكد اللص اللي كسر الشباك اسمه ايه اللص ده؟ ما معرفش تقدر تديني اوصفه؟ هو رفيع وفطولي كده انت شفته هو بيكسر الشباك؟ سيد الكولونيل والمعازيم كانوا في الدور الفؤاني وانا انا انا كنت تحت سمحته صوت غريب صوت ايه؟ زي واحد كده بيكسر حاجة وبعدين؟ جريت ناحية الصوت شفت خيال واقف بيكسر الشباك صرخت وقلت الحقوني حرامي حرامي وجريت على المدعوين وانا خايف خايف من ايه؟ خفت يكون مع اللص سلاح وضربني بيه اه ويه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل المدعوين كلهم جري ورا اللص ومعاهم سيادة الكولونيل وبعد كده رجعوا كلهم معادة هو انت جريت معهم؟ لا لاني كنت لسه خايف طيب تقدر تحدد لي اسمائي؟ الناس اللي جريوا مع الكولونيل ورا لص انا اصلي ما عرفش كل اللي كانوا موجودين الكولونيل كان بيحتفل بليلة عيد الميلاد وعنده ناس كتير انت سمعت صوت رصاص؟ ايوة وعشان كده خفت اكتر بقالك قد قد تشتغل عند الكولونيل؟ بقالي اكتر من عشر سنين الكولونيل ليه اعداء؟ مفيش غيره وهو اللي هدده بالقتل مين هو ده؟ واحد اسمه سام وايه علاقة سام بالكولونيل؟ كان بيشتغل في القصر وطردناه طردولي في يوم سمعت الكولونيل بيزحق لا لا انت ما تنفعش في الشغل ايوة ما تنفعش يا ساد الكولونيل مش عايز اسمع صوتك ومش عايزك في القصر بس انا ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة ازاي؟ انت مش مسؤول عن الخيل؟ ومحافظ عليه ومرعيه ماري ازاي النار وصلت للخيل؟ ما عرف؟ ما تعرفش لانك مش مهتم بعملك اسمع هي كلمة واحدة ابعد انت مطروض مطروض؟ ايوة مطروض ايه؟ بتبصيلي كده ليه؟ انا انا كنت انا انا ما اعترف بغلطي بس اديني فرصة واوعدتيني بسمحته بعد كده بيقول انا مش هسكت وهعرف ازاي انتقم منه كوننل كان صديقي وراجل طيب وحنون لكن كان متدايق من تصرفات سام قالك ايه؟ بعد ما طرده من الاصر سام جالي لحد بيدي عشان ايه؟ ماهو اصلا عارف ان الكوننل صديقي وانا قلت لسام يتطمن وقابلت الكوننل قالي وهو بيتحك ها 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 انت اللي تقولي الكلام ده؟ سام طمعان في شهمتك وكرمك ونبلك ما تضيعش الوقت انا طردته خلاص عشان خطر يا سيادة الكوننل للنبيل اسف 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 اني ارفو طلبك وكفايا انك تعرف انه بيسكر ومش مهتم بعمله ولولا وجودي صدفة كانت النار خلصت على كل الخيل ها يعني مفيش فايدة ها لكن انت زي تدي له فرصة يتكلم معاك ما انا قلت اني طمعان في كرمك ونبلك انا سبق وقلت سام ده لو شفته حضربه بالرصاص وانا لسه عند وعدي ايه اللي حصل بعد كده؟ الكوننل كان مصمم على رأيه سام جالك البيت بعد كده؟ ايوه جالي قلت له ايه؟ قلت له مفيش فايدة الكوننل مش عايزك ساعة ما سمع الكلام ده بصلي بطريقة غريبة شوية وقال لي بلغ الكورنين انه هارف ازاي انتقم منه وفهمه اذا مرجعتش لشغلي حقتله ايوه حقتله انا سمعت المناقشة اللي ضرت بين جوزي وبين سام سام هدد ان هو هيقتل الكورنين ايوه انت شفت الكورنين بعد ما سام هدد بالقتل رحت له انا وجوزي قصر ولما عرف فقد اعصابه وبعدين؟ اترجنا يرجع سام للشغل لكن هو اصرع الرفض انت كنت بين المعزيم اللي حضروا الحفلة ايوه حضرتها انا وجوزي وانزلت معاهم لما جيريهم ورالس لا بس انا سمعت الكورنين اللي هو بيقول هو هو ما فيش غيره كان يقصد مين؟ جايز قصده على سام الكورنين كان معاه مسدس لما خرج ورالس ما عرفش جايز كان معاه تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان روسستين اطلقوا على المجنى عليه من قريب واخترقوا لقلب ايوه ومن فحص جسة المجنى عليه لقينا في جيوب واوراق مالية وسلسلة ده معنى كده ان الجريمة ما كانش الدافع لها السرع اه واضح انها ارتكبت بدافع الامتقام يعني الخدام اللي كان بيشتغل عنده وطرده ممكن يكون هو القاتل جايز بس المسدس اللي اتقتل بيه الكورنين سبت انه مسدسه الشيء الغريب ان اللي قاتل الكورنين رمى المسدس جنب الجسة يمكن وقع منه مثلا اه اصدك يعني تقول انه هو ضرب بالرصاص وبعدين وهو بيجري واقع منه من غير ما يحس وجايز القاتل رمى جنب الجسة وجري طب القاتل ازاي وصل لمسدس الكورنين احتمال يكون سرع المسدس من القصر قبل الجريمة بمدة ده كلام معقول طب ما هو برضو جايز الكورنين كان معاه المسدس وحاول يضرب به اللس لكن اللس خد منه المسدس وضربه ده لو كان اللس هو القاتل واحتمال يكون واحد من المعازيم انتهز الفرصة وضرب الكورنين بالرصاص على العموم لما روق بضع للرص اللي اسمه سام جايز يوصلنا الحاجة معقول يكون سام هدده بالقتل ونفس تهديده وقتله انا انا سمعت ان سام هدد بابا بالقتل سمعت من مين يا ويلسون من بابا ذات نفسه ومن الخدم اه والدك الكورنين كان عنده مسدس يا ويلسون ايوه وهو ده المسدس اللي لقته جنب جوسة بابا ايه اللي عرفك ان ده هو نفس المسدس انا شفت المسدس كتير قبل كده اه الكورنين كان بيحتفظ بالمسدس ده فين مش عارف لكن انا شفته معاه قبل كده كنت فين لما حصرت الجريمة يا ويلسون في القصر مع المدعوين كلنا كنا بنحتفل بليلة عيد الميلاد طب مين اللي كان بيجري مع والدك الكورنين ورا اللس يا ويلسون مدعوين كتير وكل واحد جري في نحين اللي قتل بابا هو الحرام اللي كان بيجري وراه اللي خلاك عرفت ان اللس هو القاتل يا كريستينا ما هو لازم يكون هو امال مين تعرف مين هو اللس ده لا طب ممكن يكون اللس هو سام اللي طرد والدك الكورنين من الاسر يمكن يكون هو والدك ليه اعداء والدي طول عمره حنون وطيب سام قتلت الكورنين ازاي انا ما قتلتوش امال مين اللي قتله ما عرفش ما عرفش ايه اللي جابك القصر كنت جاي قابل الكورنين وكسرت الشباك ليه انا ما كسرتش الشباك انا كنت واقف وراه واقف وراه ليه مستني اي حد يطلع من المدعوين في الجنينة ليه علشان علشان اخليه ياخدلي الازن من الكورنين وادخل قابله وما دخلتش ليه على طول الكورنين قال لي انه حيقتني برصاص لو شافني انت هددت الكورنين وقلت انك هتقتله بس انا ما قتلتوش لكن هددته بالقتل حصل ولا لا حصل بس انا انا كنت تعبان وعصابي محطمة لما هددته لكن قال ما قتلتوش ما قتلتوش جبت المسدس منين يا سام مسدس مسدس ايه بس بقول لها حددك ما قتلتوش اه اخسارة انتهت حياة الكورنين النهاية مؤسفة وسام حكموا عليه بالسجن المحلفين قدنوه بالاجماع لكن تفتكر سام هو فعلا اللي قتل الكورنين طبعا همبل حيكون مين بس في ناس كتير كانوا في الحفلة قصدك ايه اسمعي الموضوع ده بلاش تتكلمي فيه خالص الكورنيني تقتل والمجرم خد جزاؤه كريستينا حبيبتي افتكر قاني الاوان عشان ينسى الحزن ده كريستينا كريستينا ليه الدمو دي انا كده بتعذب انا انا بتعذب اكتر منك وش ده اليوم اللي كنا بنحلم بيه سهل على الانسان انه يحلم والحلم حيتحقق وحنتجوز واعواضك على الايام الحزينة اللي مرت في حياتك صحيح صحيح انت بتحبني يا ريشارد كريستينا حبيبتي ليه السؤال ده انت مش عارف حقيقة شعوري بحبك بحبك يا كريستينا طيب خلاص 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 ايه حريبتي مالك اوعي تفكري لحظة واحدة ان عايزة تجوزك عشان طمعان في اموالك اللي ورستيها انا من زمان وانا عايزة تجوزك انا كلمت والدك الكولونيل اكتر من مرة ورفض وفضلت وراء لغاية موافق يا طرى ممكن الاقي السعادة اللي اتحرمت منها سنين طويل السعادة بين ايديك يا كريستينا وانا اخوك ومسؤول عنك يعني انت موافق اتجوز ريشارد ريشارد بيحبك وهو ده اللي حيسعدك خايف خايفة يا ولزم خايفة من ايه مش عارفة لا يا اختي لا يا حبيبتي بلاش تعيشي في الاوهام فكري في السعادة السعادة وبس وانت انت يا ولزم انا سعدت كل ساعتي ان اشوفك سعيدة وفرخانة مش انت اختي كريستينا كريستينا الحياة مش ممكن تتوقف لما انسان عزيز علينا يموت كفاية عزاب كفاية عزاب بتقول ايه؟ بقولها خطيبي ريشارد هو اللي قتل الكولونل قتله ازاي؟ ما عرفش لكن اللص اللي في السجن بريء وريتشارد هو القاتل وياللي خلاك عرفت ان ريشارد خطيبك هو اللي قتل والدك الكولونل الكولونل مش والدي ايه؟ مش والدك؟ ايه مش والدي ازاي عرفت الحاجات دي كلها؟ في يوم جه ريشارد عشان يقابل الكولونل بعد مدة سمعته بيزعق ازاي؟ ازاي؟ ازاي سمحت لنفسك تقول كلام زي ده؟ سيادة الكولونل انا يشرفني اني اتجوز بنتك كريستينا ومين قالك اني عايز اجوزها؟ لكن لكن ايه؟ اخرج برة برة وتاني مرة مش عايز اسمع منك كلام زي ده بس انا انت طمعان في اموالي طمعان في اصري وانا مش ممكن اجوز بنت كريستينا لانسان زيك ومن اين عرفت اني طمعان في اموالك؟ مال عاوز تتجوزها ليه؟ لاني لاني بحب كريستينا مش هعاوز اسمع الكلام الفارغ ده طيب ممكن تسألها؟ اسأل مين؟ كريستينا اه معنى كده انك ضحكت عليها كلمتين من من كلام الحب انا مضحكتش عليها انا تفهمت معنا اخرج من اصري اخرج وإلا هخلي الخدم يرموك برة اخرج ها وبعدين يا كريستينا وخرج ريتشارد وهو زعلان وبعد كده قابلني قالك ايه؟ انا مش طمعان في اموال الكولونل انا عمري ما كنت طمع انا بحبك يا كريستينا بحبك اه وانت عملت ايه؟ كنت محتارة محتارة وخايفة وهو كل عريس كان بيتقدملي كان بيترفض وفي يوم جالي ريتشارد ومعاه راجل غريب كريستينا 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 ايه اللي جابك القصر؟ انت نسيت اللي قاله بابا؟ جاي عشان اقولك على الحقيقة افسرلك السر اللي خلى الكولونل يرفض ان يجوزك سر؟ سر ايه؟ الراجل اللي معايا ده هو اللي حيقولك اتكلم من فضلك قولها الكولونل ده يبقى مين؟ الكولونل ده يبقى جوز المرحومة والدتك ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايوه مش يا بوكي اتجوز والدتك وورس كل اموالها بعد ما ماتت سمعت يا كريستينا سمعت عرفتي ليه الكولونل مش عايز اسعدك؟ خايف على الاموال مش خايف عليكي؟ ماهي الوصية اللي كتبتها امك قبل ما تموت تديه له الحق في كده؟ حق ايه؟ السروة تفضل معاه تون ما انت واخوكي معاه في القصر واذا تجوزت انت واخوكي او مات السروة تصبح لك انتم هي دي فعلا الوصية؟ مش ممكن مش ممكن وبعدين يا كريستينا اللي حصل كان مفاجأة بالنسبالي كلمت الكولونل في الموضوع ايه وكان رده ايه؟ مش قلتلك ان ريتشارد عايز يضحك عليكي؟ انا حعرف ازاي انتق منه وقابلني ريتشارد وقال لي تعالي نهرب تعالي نهرب بايد عن القصر اتجوزك ونعيش مع بعض في سعادة انا مجتمعا في اموالك قلت له ازاي نهرب وازاي تحرم من اموال امي مش ممكن مادم مش عايزة تهربي يبقى لازم نتخلص من الكولونل ايوة لازم نحرمه من حياته زي ما هو عايز يحرمنا من السعادة وانتهز الفرصة وجهلي لتعيد الميلاد وقتل الكولونل قتله معنى كده ان كلام كريستينا صح اتضح ان الكولونل ورس كل امواله من ام كريستينا والوصية بتقول ايه الام قبل ما تموت كتبت كل اموالها باسم الكولونل واولادها كريستينا ويلسون اولادها اولادها ما لهمش حق في الاموال الا في حالة واحدة بس ايه هي الحالة دي؟ انهم يتجوزون او الكولونل يموت يعني خطيب كريستينا قتل الكولونل عشان يتجوزها؟ ده رأي كريستينا انا انا ققتل الكولونل لا لا مش ممكن ريتشارد انت كنت عاوز تتجوز كريستينا ايوة لكن ما قتلتش الكولونل انت حضرت الحفلة حضرتها وفي شهود اني حضرت الحفلة وانا طلبت من كريستينا نهرب بايدة عن الاصر لاني ما كنتش طمعان في اموالها ايوة انا بحبها بحبها معلومات جديدة عن حقيقة العلاقة بين ويلسون والكنل معلومات ايه؟ سيادتك لاحظت ان فيه تشويه في وش ويلسون وده سببه ايه؟ المعلومات اللي جمعناها بتقول ان اللي سبب التشويه اللي في وش ويلسون هو الكنل ازاي؟ الكنل كان قاسي على ويلسون ايوة كان قاسي عليه وهو اللي ضربوا بعصايا لغاية مشوه وشه وخلاها ما بيشوفش إلا بعين واحدة كريستينا واختح حبيبتي انت ازاي تتهم خطيبك بقاتل الكولونل هي دي الحقيقة يا ويلسون هو اللي قتله ارجوك يا كريستينا ارجوك اسحاب الكلام ده خطيبك بيحبك ونفس وساعتك زي ما قتل الكولونل ممكن يقتلني انت أخوي مش خايف علي يا ويلسون بس هو ما قتلش الكولونل انا كنت معاه في الحفلة وكان جنبي على طول ايوه الجرح اللي في وشي هو السبب فيه ويلسون انت كنت عارف ان الكولونل ما يبقاش ابوك اه ايوه وكنت عارف كمان انه السبب في عذب اخت كريستينا وانه رافض كل واحد يتقدم لها عشان يتجوزها كنت عارف الوصية كويس كنت عارف انه بيرفض كل عريس يتقدم لها عشان يفضل واخد الفلوس لنفسه وانا انا كان نفسي اسعد اخت كريستينا عشان كده عشان كده قتلته 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 ازاي انتهزت فرصة خروج المدعوين عشان يدوروا على اللص وبعدين لكن للأسف لقيته جريه ومن غير ما حد يحس بيا دخلت قطه وخدت المسدسه وجريت وراء لقيته قدامي قلت له اللص جري من هنا جري في الناحية اللي شاورتله عليها جريت وراء وواجهته وضربته وصصتين في قلبه ورميت المسدس ورجعت القصر من غير ما حد يحس بيا وبعدين قتلته قتلته عشان غطر اخت كريستينا كان نفسي اسعدها دموها دموها كان بتعسبني بتعسبني لكن هي هي أفسدت كل حاجة واتهمت خطبها لكن لكن خطبها بريئة أيوة بريئة وهي وهي لازم تتجوز وتحس بالسعادة زي كل البنات اللي في سندها كريستينا يا أختي كريستينا يا حبيبت تتجوزي تتجوزي وعيشي وتمتعي بالمال أنا أنا كان هذا فساعدك أيوة ساعدك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا